أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ما بدها الآن ما بدها الآن صدقني صدقني ما بدها الآن مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة عبر موقع الفن مع مطرب نحن منحبه كتير منحب صوته منعرف قديش اشتغل ليوصل لنجوميته وليستقطب جمهور كتير كبير من كل أحاق العالم مش بس من العالم العربي من كل أحاق العالم هو ريدا ريدا يبعث الله كبير يبعث للفقير هلا وقته كان وقته وبعضه وقته وراح يكمل وقته شايفتلك لايك هاي البصمة الأولى واللي كان بحياة الفنية يعني صار عمره 23 سنة الغنيه مش يوم ولا اثنان لما غنيتها كان فيه ناس عمره سنتين وتلاتي هلا مطربين ومشهورين وهلا بيغنوا ومش مشهورين أو مشهورين بس شو بيخاف الفنية وقته نجع غنية كتير انه يجع ليه اغنية مثله شو بيخاف انا بيد 54 ضايع ضايع واجعت ليد حالك بأي اغنية هلا ليك حرام مروان حبيب قلبي وما رب انه كان فيه جافة بيني وبينه وهيك بس انا ما بنسى فضله مروان خوري حدا هاي من كلميته الحال طبعا وما بنسى انه انه بيديك الفترة كان بعده مروان عايزه في أورج ها تبه وكان بعده عبي عملي كان عامل لباسي مأوالي من الشوق ده هو ابني دوب عمل غمرتيني وعمل اعزل حبيب صابر بيديك الاسناء ورجعت عملت مع مروان انا راضي كمان بقيت حالي بمطرح اخدني كتير حلو وعملنا علمه لدك انا مروان رش اصار في شوية خلافك على اغنية عشو بتتخينقه لا 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 بش خلاف فني وصار في شوية تاخلوا للك ما بس السور في ناسي لبحبين اي يعني هي الموضوع ايلك بيخبرك شي وبروح يقوله بيخبره شي وبيحميك من هون وبيحميك من هون مروان خلوق ويمكن خلوق اكتر مني انا لان انا عصبي انا بفقد سيطرتي ضغري تبقي انا بحتي هو بارد مروان عملنا غنية اسمه البنت اللبنانية ووزع بلال الزين الله يوجره الخير وبلال فنين كبير وانا زعلاني انه هيجر لبنان طبعا كلنا هلأ اهمل نحن حلو كتير انا بعتله كلام فنان بلال بلال شخص كمان هذا حبيب قلبي لانه انا هو وسليم سلامي وجوزيف جحال بداية معهم كامد وابو السام الأمير فيا ستي ما انت اجيت حطا تجايد على الغنية وسفرت رجعت بدي يسجل لبنت اللبنانية وكنت حبابة كتير بغنية وشعبية وبتعمل ليش يقلت لانه فين يعد فيها كذا دولة كذا مطرح يعني كنت استراتيجيتي فيها انا اعرف حالي شو بدي عامل بدروح صورها بكذا دولة عربية وكنت معي روتانة وفيتين بقوة وكانت روتانة بهزة فاجأ ان الغنية حاطت صوته مروان عليها ومنزلها بقلبونه طب ما انا موزي الغنية ومتفقين يا مروان ازقلت واخدها خاطري دايما بيزعلوا من مروان لهيك يعني حتى إليش تزعلت منه لأنه غنى ولو يعني طب ما لايكي هلا لاش هكلت معنا حب النفس ووقت الملحم يجعب غنى الغنية دايما بيزعل هلا لك انا موضوعي مع مروان انتسى انا بحبه ريزة يعني ويامي معه كانت ذهبية نحكيه نحكيه البرجات مع وليد سعد وكانت ألماز قلت معه ودعتني عدال عمر يعني ما بقى فيه فوق الألماز عملت مع فيرس اسكندر عزيت بالدني انتبه وسليم سلامة عملت مع صلاح الكردي شغل حلو كتير يعني في أغاني كمان ما فينا ننكرى بحبك نسيت النوم أنا بتعلم منك حطي كفك بكفي طمني عنك منك لأله سجان قلبي أريدك أنا هامل أرشيف بس طبعا انت لما بتكوني هامل غنية وعزيزي على قلبك كتير وعم نتلك بصمة بالوطن العربي بتظلك تحسي بهذا الملاحم حبوها بصوت مروان أكتر من صوتك أثر عليك يعني لا حرام لا هو بيغني أساسا مش بس الغنية اللي بيغني كل شي هو شي يروع المسلح هو بيغني من أغنية كم غنية يعني بيانو بيعمل كل قصايد وبيغني لأليسة بيغني لريضا بيبعتولي حطول فيديوهات بكون عبيغني عنو عبيغني لك طبعا الحين هو عادي يغني بس ما نزل كفر الزنمية تبه معترم ما عمل كفر ما راح سوى الغنية بس غنيها بقرطاج كانت تعالى عمرت غنية إذا عمل كفر مثلا واحد وبيرجعلك المردود المالي إذا كان جيد وتوزيع صح يعني أنت بتخافعت شوي الغنية أنا ما عندي ماني سوى بالسوق إذا الملحن غنى غنيته ماش الحال ما عندي ماني سوى بالسوق أنا بالنيتات ما عندي ماني سوى يعني أنا ما عندي كاراوكي تتخيلي بتصدي إذا أنا متخبي للموسيقى أكلها بخلص مستديو بياخد التاك على هاردسكو على البيت لأنه ناس بحبه يغنوا الأغاني كاراوكي بيعملوا أورج بيغنوا لأنه مستوى الأورج بمستوى صوت لعبي عن الكاراوكي لأنه ماني مخضرم جاي يغني كاراوكي الجاي يغني كاراوكي جاي يجرب كيس ويرندح ويمبسط يصطف يلدب الراسه يعملوا أغني موسيقى أورج ما أورج ماني ماني أحدا أنا كتير بدأ قولي الديجيات بدنا مثلا مينس وان ما فيني أعطي مينس وان ماني سواني أنا أعطيته موسيقى اللي أنا مكلف عليها ألافات أنا بسجل بالتركية بسجل بمصر يعني اليوم الموزع اللي مرتب بالبنين بيأخذ ستة آلاف دولار عمر صباق عب سميلك مني خير بلالس زين عشرة آلاف توسيع بشي بعطي موسيقى لناس سكراني أو سوري يعني بس إنه الناس بدأ ترندح ويحط ويكتبوا الكلام مشين إيش أورج الغنية ضارة مكسرة الأرض ينبسطوا الناس بينبسطوا يغنوا لك مش لالفنينية بس لا الماينس أنا لك في فرق بكلمة بين الماينس وأن الموسيقى الأصلية تبع الغنية بدون صوت الفنين ايه فيك يتاخدية وتحطيها على كل السوشيال ميديا وعدي الحقيقية وراه ركدي وراه وتشكي هون وسكري هون وسبي هون وتبهدلي هون يعني الموسيقى هو علشي بتعمل ضب الموسيقى وخده معك على البيت هيك بعمل أنا علشي أنا بس تخلص بالستيديو ممنوع حدا مين علك السيديو ما عنده ناسخة بس في أنا لا كي فيه هلا انت بتشتغل بستيديو ما بيخسرك الستيديو لا يعطي موسيقك لغيرك لسه سربتها ها ساعتها بده تقوم القيامة عليه يعني يعني غرفتي لا هون في احترام للتعامل بالستيديو هات كاما عنور مكاوي ولا توني سيبة ولا ألي سيبة ولا جوبارجيان ولا ولا كل الشباب اللي أنا بشتغل معهم هاودي اواديم كلهم اواديم العديم علك رجيو خوري وبودي نعوم ما بدي انسى حدا بليز بس مش بس اواديم هاودي مخضرمين واساسي بالمصلحة يعني مش نعنا بلا بقوضة جايبين كارت صوت متل ما عم نعمل هلا ونحط كاميرا تليفون ونعمل كفر هدي هدي ما فيك تعمل كفر انت بموسيقى غير لحن وغير كلام هدى هالقد بده ما بده هالقد ما بده هالقد ما بده هالقد لأ يعني بده تكون بده تكون محترمة فنية ما في ناس كمينا عم تسمع هايديني الا Kardash الى 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 لازم نحترمها عند الناس صدقيني شوهن الفن يا جماعة يا عمي هي وجه المجتمع بخول الفن بس الكفر شوها الفن يما كمينا الكلمات الى دون المستوى يما كمان الألحان المسلوقة أنا يمكن في نيلك شوائب الصغير هلا وعا السريع خلصوا الرديات وملت الناس من الرديات شو بدني عملوا؟ وغنية حلوية ما بيلاقوا تضرب معهم إذا عملوا غنية وقعوا مصيبة يلا منغني الأغاني الضاربة تبعا غيرنا هادر الساير فينا أوكي لأنه مع أنه في كتير شعرة وملحنين بعد بيكتبوا حلو يعني ليش مش عم بيلاقوا أغاني؟ مكلف مع أنه مكلف مكلف اليوم تعمي غنية بدك تحطي نفتك حق بيت حق شقة غنية إذا بكتاخدين وليد ساعد وهاني عبد الكريم وتسجم مع محمد مصطفى في مصر وتصور في ديكليب مفادي حدد ولا وليد نصيف ولا ساعد المروق حق شقة ليش ترسار الشقة؟ يعني 100 ألف بتكلف غنية 100 ألف ساعد المروق بدو أربيه 50 ألف وإذا بدك تدفع كمان دعمة بالإزاعات والتليفزيون يعني معنقلك 100 ألف بتروح لل100 ألف وبيني وبينيك هيت تضرب ويحبوا الناس ومعاش نعرف شو بدون الناس يعني صراحة ضعنا لأنه ضعنا في موجي بلشت من 11 سنة هاي الموجي بلشت اللي قلت ليها واقوي ومدرياش أنا هيدا كله كان غلط مننا نحنا نحنا سواقناه بالبلد بيجيك لعندك بالشحاطة بفيلم نعندك ريكي بروز رايز حق أمين الله يرحمك يا حسنين بارك قالوا للبناء بده مساعدة قالوا إزاي بده مساعدة عيل صغير عمرو دياب راح وجاب مليون درر بحفلة طيب هيدا مش كلامي أنا هيدا رئيس مصر نحنا مزمار الحي لا يطرب الكنيس القريبية مكش فيه وفاهمك فيه الجفاء ايه طيب هل يجب فيه أصوات حلوة في البلد؟ أنا بدي أسألك هون فيه نقطة معينة أنا علق بتاع لراسي قصة الملحن اللي بيغني غنيته أنت بتعرف أنه صار مشكلة بين إليستا وزياد برجة من وراء هيدا القصص بس بالسسام بيحق له الواحد يغني غنيه إذا أخذ رضا المؤلف والملحن كيف هو إذا كان هو الملحن؟ موضوع عليستا وزياد أنا ما يعني أنا ما ما اتعمقت لحتى يقدر جيه بيك هلأ رجع غنيه هو زاليت وقال لأ أول شي بيكت بايدة قلبك مع أحمد ماضي اطلق إيه وما زكرته لأحمد ماضي شو نبال إشان عم تفتلك كمانا بقصة سسام هو هو لقلك هو يخسر عليستا وما بدي يخسر أحمد لأنه أحمد بيكتب له وحق أحمد إذا بديك للمنطق ما بيصير أن أطلع وغني هيا تصيب فينا طيب إذا واحد يغني لك كفر أخذ أوكي من المؤلف والملاحن ما أخذ أوكي منه أنا عامل تنازل لألي الملحن تنازل لألك بيشو بقى أنك تغنية لا السماح شي والتنازل شي تنازل بشو استعماله بالسوشيال ميديا واستعمالها اليوتيوب واستعمالها تلفزيون وعلى سيديو ووا 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 أنت كيف أتعطي التنازل يعني أنت عبيل غنية مرة تانية يعني متوقع عنده سيارة بس ما كانوا عم بيقولوا مدي الفنينية انه ما بقى في شي اسمه تنازل صار في شي اسمه سماح هلأ هاي السماح بلش جديدة انا ما بقبلها انا ما باخدها فوتو بيعملي تنازل ما بدك ما بدي بغنيها اخدها صارت معي هلأ انا بيحدى العمال اللي رح تنزل يعني وهي صارت حرام لغط يعني مع صلاح كردة وحبيبي هيدا الزلمة وبحبه من قلدي انا اخد غنيتها منه خلينا مضاد وغنيه للبنان هالغنيت لبنان بتركه انا اجي الظروف على البنان صعبة ما فيني غني للغنية لانه لبنان وضع وتعبان يعني ما فيني اجيه غني طب بيزول العينة معي في الله قلت انا بطول بالغنية بتفاجأ صلاح ناسي انه اعطينا تنازل بالغنية لانه عملي تنازل وقتها اتنين بواحد يعني تنازل واحد بغنيتين وديلي هي على استوديو واخد باية حسابه واخد التنازل انا وطلعت على البيت حتى مش انا ابيه وقتها سلطان بتلفن صلاح بيسأل انه انا عامل تنازل بالغنية التانية ولا بغنية واحدة باية الغنية وسجل واحد طب هو حرم مش هو ليكي انا ايه ارجو هده قال لي قال لي بليز قلت له لا انا غنية يعني عندي هده ولد مولادي مستحيلة دخل كتير محمد استاذ محمد يسين دخل كتير عالم قلت له ما بتعزلش انا اول غنية بده اعملها للبنان وبده تكون غنية ولقلك ولقلي انا دفع ما عيده سجلوا نقل بدك ايه قلت له ما بدي نقشي بده تضل الغنية لها ده ما يتنازل فيها والشخص التاني اللي اخده شو صار فيه خير جا ما بده شو اعمل هوية هو دك اساسا ما عاربش تعربش على الفن يعني انجا انجا هو بالصدفة بعتلي عم يسمعني الغنية لحدة بعت ايه شتل عندي عم اغنيتي هبت محاها بقى تقول له تقول له مين موزر الغنية شو هاتو زيها ده انا بالغلط 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 لايك انا عالناس برجع بحكيك بعدين حصلك شو حلو والله العظيم وهكس حصل شوية اه 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 اتاب لكن رجاء اللي حقك صلاح الكردي بتحبه كمؤلف ملحن او كمغني لانهو صار يغني كمان الاتنين الصلاح صوت حلو واحسس حلو طب بيصيروا الفنانين يخافوا ياخدوا من الملحن لان بيصيروا يقولوا اذا هو عم بلحن وبيغني بيعطي اغانية الحلوة لحاله عم بيسمعك انتي عنديك رؤية شو فيها يا بدك يا ما بدك ليه ليه مثل مثل بيعلت ايه بتفوت ايه هو اذا ليه بستشارت عاجبته لقيت ايه حلو عليه بيست ايه انت جسمت ما حلوه بيقول له انت هيدا زوق طيب في شي بدي اسألك ايه انا ومش خجليني بس حبي اني اعرفوا نحن بيمقابلي من فترة مع الزميلة حنان سألتك انت مجوز قلت الله توفت مرتي وانا طلق بس في حب جديد بحياتي ما بدك احكي عنه هلأ وما بعد ايه لما بنشيحك انه لا بدك بنا نعلم يعني جوزت مرة ثانية خليها 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 جوزت مرة ثانية خليها بعدين نعليها مرة ثالثة لانه كمان كي قيل بالصحافة انك انت مجوز بنت مغربية بس تيهفوا الناس اللي بحبوك لا 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 هلأ بس انا فيه فيه زوجك قريبا اه بعد ما جوزت مرة ثانية يعني جوزت يا ملائر ده ما فيش هايما يا ايه لا ايه لا ايه ليش ما عم بتقول ليه ما عم بتقول بلك يهربوا المعجبين ويهربوا ما اذا عارفوا ميني اللي جوزتا وقدي شي حلوي ومهضومة ومذبة واستيليستي بتلابسة كتابك ما رح يهربوا بس انت خيف من المعجبين علي لا مش هيك قصة لا الموضوع بدي اعملوا اشهارة انا احيا لكم بوقتو وبدو اشهار ايه طبعا شو يعني اشهارة اشهار اه اشهار اه اوكي اوكي حفي صغيريك مهضومة ومنعزمك اول شي طب بشهره عالميا من عندك لا مش هلأ طبعا الوقتو بس خعكل حل حضر النشام بح حضر النشام بحب بس انا لا مش هيك بس انا يعني اه معشرتي لشخص لسنوات أي شيء اه الله يرحمها طيب شو بدك بدك خبرك سرقلي 40 سنة بعمل مقابلة ما بيسألوني القراء إلا بيمين مغروم الفنة وإذا مجوز ودي عند دولات وبيسألوني قوات أسئلة أنا بسير قول ما بقدوني شو أكلت المفضل وشو برجه يعني هاو دي خمس أسئلة هاو الخمس أسئلة ما فيني خبرك جارب قرب منه لأنه نسيدة سيدة لا 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 مش فيك بس عرفنا أنه في حدا بحياتك وبتحبه بدك تعمل إشار للزواج طبعاكم ونحنا رح نقوم بحياتك ما رح كفي الحيالي بالحياة أكيد ما رح كفي الحيالي كلهم نجوزوا لا الكبير ورح سير جد يعني أنا سلطان رح يجي عنده صابي هلا طيب عفوقت سلطان ليه ما حمسته لي غني مين قالك ما حمسته وسجلتله من جوزيف جيحة غني تاين وسجلتله وليش مكامل وليش عمل وكذا بس شايف هاو دي العهانة بس شايف هاو دي العب الصرخ ويطلع وقال لي يا خي انا وامدي وفوت بيني ها هو اللي شايف انه المستوى هو اللي عربي أنا عوز بالله أنا ياريت منعيني كان يغني لأنه أنا معي صوت متمكن سلطان إذا بتكتبه على السوشال ميديا سلطان رضا على اليوتيوب اسمعي أنا نزله على صفحتي كان موحدة لايف مع الفرقة ما عرف انه صوته حظه دارت الأيام ومغني فيها تتسنى ولد خطير عربي ما عرف فبشان بيشتغل هلا هو هو دارت دارت عميله وعا بيشتغل بشركة بالكويت اه يعني بعد كليا عمل فان برا عندي أحيانا نيك شوي هيك مع أصحابه بس خلاص موده مش كان معي والله مستلملي كل فرقتي يطلع كران معي شغيل الدنيا معي شغيل الشغل كان وهلا مش في محله ما فيتي معي أنا ولو ما استفقتت له ما ترك نقص بيتي كله فضية ست هلا أنا أنا نزعلين على كل حدا ابنه تركه حسيت هالمرة أنه كل اللبنانية ولادهم هاجروا حسيت بال لا يعملوا مستقبل برا حسيت بالضعف تخيليني في المي هاي أنا بعمري ما كنت ضيف قدّى الفترة هاي السنة الظهري راح آآ الله يطول عمره يعني يعني بتعرفي أنت الولد غالي على أهل وميما كان يكون كيف قاتت لي توليت كل واحد ببلد؟ يعني داليا وآدو بدبي يعني اخدلهم بيت حلو وعندي بيت حلو عنيك و وسياراتون إقاماتون وأنا عندي إقامة ذهبية من زمان وعنا الكويت طب ليس يكن بالكويت أنت؟ آآ لا مقيم يعني بالكويت آآ لكن يعني بين الكويت واللبنان بس معظم قويثك بالكويت بضباي معظم أوقاتي بضباي بضباي أو بيعلاي بالجبل أوكي أول شيء الأولاد لأسستلهم وضعهم وزبطت أمورهم وكان بدي فترة بضلني عوني يكو روحوا إجي أنا ببيعي عشيت من دوباي أنا بروح كل جمع مرة مرتين على دوباي بروح أول يوم بجدين يوم بروح طلع البيت طلع البيت بقعد عندي بيت وعندي غرفتي وبيتي كبير و جنينتي و كل شيء حقيقة طبيعة صرت صرنا يعني عندنا بيت تاني غير لبنان أوكي وأصدقائنا وسوق وشوبينج وهاك يعني تتغيري شوي عن المود عن النكد اللي عايشين فيه مش هيك فنة خلينا حكي الدغلي 4-5 ايام ايدي بيطلع بيلك هزة 8 و8 ، وواو هم تدو هزة فهزة 4 فهزة لديك تنيم ولكن ولكن والله العظيم قلت لهم قلت لهم ايه ايه قلت لهم ايه قلت لهم ايه امت ركت انا لا ركت ولا شي ايه ايه عم شخر كنت ما بارشو نيالة انا صرت شوف البيت عم بيعمل بيتنا لولح انا تأثرت طبعا اللي على البحر كتير تأذوا مثلا اصحابي بيتهم بالتامن يا حرام عم بيطل من عبكرة العشية فقدين برات البيت يا بروح على الكاف سي بيقدوا لانه بيروا على السوشيل ميديا ايه فيه كتير تهويل على السوشيل ميديا الاباري طلق فيه تكزيب على التلفزيون وقصة البحر هادي شغلة طبيعية بتصير كل كزا سنيا انه ايه يروع على البحر 25 متر كمين هايدي منها سهلة هاي بيخاف من تسونامي بس تسونامي بتجي بوقتها تطلع الهزي بيطلع تسونامي علميا يمكن هلا هي الهزي بتخوف لانه مانا حرب لوحد يتخبى بالملجأ مانا مشكل لوحد يهرب من المشكل غفلة الله يجيرنا متل ما يقول نحنا من ساعة الغفلة نحنا لايك بدي خبرك شو شو الموضوع الموضوع اذا بتملكيني كل الكون اذا بطلع من عليا بموت توني لولادي انا وعد حدي يفكر انه انا بجيبوني تعدوني عنكم انا بروح بطل وبهرب يعني بتحب بيقتك تحب هيدا اكيد انا اذا صار لك حدا تتجوزه من غير دينتك تقدر اه واذا ولادك بدون تتجوزه من غير دينتك تقدر ما عندي مشكلة خلاص تغيرت الحياة تغيرت الحياة بس بيقتك ما تغيريت يعني انتم بالجبل بيقتكن كتير كتير متعصبة ما عليك طورة بيق وليد بيق بنتو تجوزت مش من مش مش اذاك وليد بيق لا وليد تسعة كلمة لا مش هاي بس انا وليد تسعة لا انا اللي عم قوله انه انت عائلتك ولو عائلتك ولو عائلتك للعائل ولو عائلتك كل واحد بيقلت شوكوا بيدو ما هي افتا المهم الواحد يكون متفق معنا انا بدي رتاح مش اللي وانت اللي رحت عايش معا مش هندي ما عارف وشغلة تانية اهمنا هدا كله هلطيلي انو بيتي وكذا وكذا هلا ما في شي محرم لناس ومحلل لناس تلي غازي العريضي مجوز عنده حدا مجوز مش الدرزية مسلا استاذ منا خلطة يعني شو الكفرة يعني لا احنا مرتاح وانت عطل المفتح هاي مهنين شفتي وانا رجعنا للوطنية لالانسانية انت اليوم حبي لبنان وترك الطوافق عجناب كل من على دينه ربك باينه اليوم ازا انت ليش ما بدون يعمل نجوز مدني بالبلد وكلونا بنيتجوزوا بره ويجوا كم روح نجوز بره ونجوز كم روح نجوز بره ونجوز لكن احنا شعب ما مستحقوا لهيدا البلد لا تزعلي مني زعلينا هيدا البلد بيرح بالطيارة شخص حدي عم بيقله لتاني قال له يا الله ليش نحنا ما عمنا هاي الترين اللي بينقولي الركاب بالمطار دبي قال له لا يجيبوه لنا كهربا برامت قلت له مش لا يجيبوه لنا كهربا ولمنا نعمل الترين لنكون احنا متحبوا للبنان انتو بس يصير شي بتضبوا الشنطة وبتغربوا كلنا هيكسرنا للأسف للأسف على فوقت الأغاني الوطنية رولا قادر يعطيتك غنية ايه وانا تعجبت كيف رولا عطيت فنان تاني وهي بتغني كمان ايه كيف كان مثلا رادي تفعل هالناس على هالغنية انت عملت غنية كتير حلوة يعني اه حلوة انا لانه تأثر في هيدا الموضوع ما بعد انتجار مرفق بيروت وهيك ما تزعل اتأثرنا كلنا وزعلنا وما في حدا ما يتأثر بعض لدينا مش كمان وزعلنا 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 على مدينة كانت لقلق وكانت سويسر الشر وزعلنا على اللي حصل هدا انا تيجي تهميل وها تحلصة هم هم اهميل لدرجة او سياسة كمان ما مش قادرين نحلل نحنا كلوحد الحلية ليستعرفين احنا كلنا نحلللين سياسيةน الحمد لله وكلنا نحكي سياسي نا كلنا هيك بلو فلا رولا حدا احساسه حلو والبنت شاطورة او صارت اوهلي بالساشل ميدا هلا رولا وبتغني كافر هلا لايك Forget احساسها حلو وزا عبتغني كافر صح بان عب السيرة وعبتعمل موسيقى صح ومرتبة طب ليش لا من مين بعد ما أخدت غنية حبي بتاخد منه غنية ريدا؟ يعني بتقول هيدا بيعطي ريدا شي حلو من مين؟ يعني جربت شي مرة تاخد من مونير بوع السيف وشامبوروس نيزار فرانسيس أخدت منه بسامير اسفير أخدت منه بتغني شي لملحم بركات مثلا بتحب تغني شي من أغنية المش بعد بنا مغنات لكن بحب أرجع أخو من نيزار نيزار قامة فنية وشعرية كبيرة وإنسانية عظيمة بحقيقة صراحة مونير حبيب قلبي ولي بيكتبه بيكتبه كتير حلو لكن عامل تيني هو مع واقل كفوري وأنا بحب هذا الشغل برافو عليه يعني بهالنية أنا هشامبولوس مرق فترة والله خرب الدنيا صلوا فترة عم بيشتغل بالدكتوراه مية بالمية أنا لك إذا بدك تقليلي هلأ من مين؟ هلأ فير اسكندا أحب أشتغل معه وإرجع من بعد عزيد الدنيا ولا قاضي ولا محامي ويوزع لي عمر صباق تشوفي لويني أنا بتحكيكي بفيرس وهلأ التقيت أنا بفيرس مش من الزمان حبيبي هذا فيرس حبيبي يعني أنا بيكفي أنا وبيو عشنا عمر بسوريا مغني بمحل اسمه الذكريات أنا ومحمد أنا أسبوع وأسبوع نضلنا مع بعض رفقة يعني كان بعده فيرس صغير وأول من كتب فيرس كتب له رضا لا عينيه بتدمع ولا بحسو دهاني ما عود ما بركع ولا بنحني عازلت للدنيا يعني فيرس ما تنسي مخضرم الصبي سوري عاكم الصبي لأنه بعتبره ابن خي لا حلو صبي بتحمسه إنه يفوت بمجال المغنى إنه يغنيه صوت حلو فيرس شطور وبعدين رديياته بس بدي أسألك فيه عقارينه دائما وقت واحد بيكون بيه أو أخته أو خيه بيغنه بتحسوا إنه فيه بصير فيه منافسة مش حلوة وأوقات حدا منهم ما بينجع بالعكس أنا بس بشوف فيرس ماشي وراء أبو فيرس بيكبر قلبي بيحترم بيه ذكرت فيرس كرام هلأ بالمؤابرة قلت لي إنه أنت صحبي معه حبيب قلبي فيرس كرام أبو كرام وهو أبو كرام ودي أستافي لتقات فيه مرتين صباح لتقات فيها مرتين مع فادي لبنان ودي أستافي أخر فترة ستجي لعنده وجيت مرتين لعنده إنه وجورج كان هكي مش الـ كبر بالعمر إي يعني فتنا بسنيله إيده بسنيله راسه يعني تحسي دعانه ودي أستافي هلأ الله عوضنا يمكن بمعين إذا بدك للصراحة يعني عنا هاي الخامية موجودة بعدها لازم معين نعمل بعض أكتر أغاني لكن معين يعني شو بيشبه هيك تشرين متل ما هيديك هلكتك نفسيا تتلاقي واحدة تانية هيدي كبان لا عمل عمل معين عمل كتير أغاني حلوي لا معين ألا لاكي معين عمل آخر شي المسلسل غنيت مسلسل هيدا ديقت صمت صلاح الكردي وينك عملت شارة مسلسل؟ عملت بروكار بس ما نجح كتير بروكار بروكار جزئين لو ما نجح ما عملوا جزئين لا نجح نجح بالبيئة الشيمية لأنه كتير يمكن لأنه ما نحط على منصة ما وصل لبرات نحط ضمن قاباند أو الام بيان وكم تلفزيون هني ونحط على المنار بس إني بحكمونا أنه مثلا هون ما بدنا مسيئة هون ما بدنا يعني ايه في محطات ما بدا تكون الشارة فيها هرج ومرج ايه؟ طبعا أوكي نحترم ريدا أنا حبيت خبرتك بالفن بحب رأيك بالفنين بحب رأيك بالملحنين بحب رأيك بكلها بس هل تروت أنت تعطي رأيك بيزعله منك؟ هلأ في ناس بيزعل ليش أنت مين أنت؟ مثلا يعني تعرف اليوم في ناس كتير يعني سوري بهالكلمة ما بدي يقولها في ناس يعني ما عندها اطلاع أو ما بعرف أنت لو ما كنت زكي كنت بتختار أغاني هل قد بتدروها تنجح؟ يعني الزكة إلو دور ببيعاتك لا مش زكة هيدا شو هو؟ خبرة فنية فطرة خبرة هل تكنت عم بتقلي هيت تنجح الغنية هيت ما تنجح؟ خبرة اليوم قلتلك هلأ ما عايش أمانش نحنا كل هيدا اليوم بيعينه عادي قليلا بعد السوشال ميديا ما كتريت مانا عارفين جمهور شو بده؟ بلاك جمهور عايز كده لا يا حبيبي إذا ما ننظم نحنا الصح من الغلط بدي يطلع الصح وليس الغلط طب كل هالنجحات ريدا ولا مرة تكرمت؟ من بالا تكرمت من قبل؟ مهرجين قليلة عالميا مثلا بالأردن طبعا ملكش دور وهيدول وهيدول وهيدولي وبيف هيدا شو اسمو؟ بياف 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 مسمي أنا شو مسمي؟ بياف 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 قدر ادفع المبلغ للدنيا طب إذا واحد دفع فيتكرم بحس حاله تكرم؟ بسأليهم أنا ده أولي على بحبك بيطارف إنه محتاج بك ما فيني أوليها الغنية ما جيبت مليار يا شوف لوين الليله طيب البتت تكرم على أجمع الغنية الحكي بالألثان وتسعة أوكي الأخوان السعادة قدياش بتكون؟ إلى عشرة ألاف تنتون لأ أولي ده أحق فيهم أعطوا ولا أحد تاني ما بتحس حالك إنك كرمت من الجمهور هلا؟ هيدا ما هيدا حبون هيدا أكبر كرامة لألي أنا اللي عبقراه اليوم عني بعد هيدا الموضوع اللي أصير الجدل فيه يعني وعم بقراه أنا هلا في حدا سبني كتير مزيت هيدا اللي زعجنا من البداية إنه شو عبسبونا أخي؟ يعني عبتياخدوا حقنا وتسبونا ما شفت شو السوشال نيديا؟ مين مكان بحقله يحطي شو مكان؟ ومين مكان طلب يسب؟ يعني للأسف بس كل واحد يحكي يعني صفاته كل واحد بيحكي أخلاقه ريدا ليه ما تعملت مع زياد برري؟ لكن زياد رفيق لهم مش كان كنت غني لو هي نفس المحال اللي منظلنا مع بعض أوكي وإجت فترة كان نحكي زياد كم ملاحظ؟ إجتنا التأينا من فترة الشي سنتين أوكي ونحكيك الصراحة زياد بحبه أنا وأنا كمان أنا ببعطي رأي عادة لا بس لا زياد فنان ما فيك فنكري حرام يعني اللي يخد حقه الزلمين شوف حالنا فيه كمان ورفيق زياد وأنا سعيد إنه يروح لأستراليا مع نفس المتحد اللي أنا رحت راح وهو هو هو وعباس عباس جعفر شو حلو؟ عادة ما حدا بيسعى لأ حدا فيه لا 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 بالعكس أوكي أوكي ليش ما تعملت مواقع ملاحظ؟ آآ عادة أنا وعسيس قال لي بدي أعمل شي صاروخ أنا وياك آآ مرتب قال له أوكي مو راح إدائك لسا لا بدنا نرجع نجتمع هلأ هو مسيفر وقتي رجبنا نجتمع طارف ليش؟ لأنه بحب أخليقك بالفن وبحب أخليقه بالفن بحب ألحانه وبحب صوتك سماني شي وقتها هو وقال لي جورك نشتغلها دقيقة تلبق لك كنا على هاية التيمة قلت له أنا معك بس تخلص دق اللي تنقض دعا بدنا نرجع نقض نقض أنا كلاكي خدي خبرك شي أنا اللي بدي خبرك أنا بدي خبرك لأنه خلال حديث لقالي معي بيني وبين سياد برجي كنا عم نحكي إنه في بعض الفنانين حافظوا على الكلمة حافظوا على رقية الكلمة يعني أنا دائما بنتقد إنه آآ وأنا بحباك هذا مش لهجتنا نحنا لهجتنا هايدو جتنا من 2011 أنا حبيتك وبحبك طي ضد الغايم يركض ورا الغايم حبيتك وبحبك طي بطل الغايم يركض ورا الغايم هرشيف أنا أوكي فبين هالفنانين كنا عم نقول إنه في رضا رضا من شا هيك هو ما قال لك أنا اللي عم قل لك إنه هو قال ليه وعدد للعديد من الفنانين من شا هيك بدو تكون اللقاء بينيه تكون كرميلي إذا بتعزني بتحبني لأنه أنا ما بدي يكون هلأ لايل عبداللطيف ولكن رح اتنبه إنه بتكسر الأرض الغنية سوا لكن هو أكيد قال لك شي إني أنا آآ في شي وقف على خاطري آآ في شي لك لا بس لا لا ما قال لك شي بس كنا عم نحكي عن وقف على خاطري يعني أنا كنت عم قل له إنه زياد بعدك إنت عالقليلي عندك هالغنية انت بيه غني مخاطرة يعني وقت بيكون دي رجلك آآ وآآ وآآ وعن انت عم بتغني وبطير من كتر الفرح غنيلي شوية منها حساسو خيو الصبي حساسو خيو الصبي حساسو بطير رائع فوقت انت عم بتغني هيك يعني ما فيك لايك زياد برجي شو بدي يعني صبي عامل بيحسدوني والله والريعة تدق ويا قلبي وعامل 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 وغرام هلا وعامل حبيبة قلبي وانويات ما فيك التنكري هذا اللي هذا اللي هذا يا كاف غنيت يا حلو عمل لنا بنته يا حلو حبيبي شو حل كسرت الدنيا كسرت الدنيا جابتها 300 400 مليون نهاية دي اللي بتزعلي انت طيب لا هلا انت وقعت حالك بحالك في شي تحضير انت وزياد لا مش تحضير بلا فيه والله ياريت وحياتك لا بس كان واقف على خاطري من شغله بس بحبه انا انا كمان بحبه بحبه فنان ايه لايك وتمنى انا ما زال فيروز وبتحبه ايه طبعا وكلنا مين فيروز ستنا هيدي وامنا وغنيتل انا وسمعت ما من غني غلط نحنا ست هلاث يعني انا عامل غنيتان زين عندي عصفحتي مثلا على اليوتيوب لا فيروز بس بمزاج لانه ممنوع عربي تطلع غلط اذا بديك تغني لفيروز هاي فيروز نحنا نتمثل بالكبار وليس بالصغار اوكي بس في ناس من الصغار ناشحين ومرتبين مثل ناجر اسطة مثلا حبيبي مهزب ناجر وليز وبيغني حلو ايه ما بعرف يعني صغار اذا صغار بالعمر او صغار بالعمر انا ما عاملك بالقدر كلهاتنا وليد انا محور ما انت عمرك عشرين كزا لم اي لا لا انا صرت عزي جده في صحافة عم ينتقدني من اليومين قال قد امك انه مفتكر حالا عم يشتبني لا يا ريت انا متل امه ما عندي مشكلة بس كنت ربيت اكتر كنت ربيت اكتر ما قلنلك بطاقة صفرة ايه بيعطيها بيعطيها الحكام بس انا اذا بدي تميتل بالغرب انا بذكر اخر مقابلة اللي عملتها لشهر الازنبور كان دق بالتسعين وكان جاي يعمل بفقرة يمكن اذا بتذكر مهرجين غني هلالمر انت ارزي اللي خليك ما فيك تشبع حيرك لحدا بالغرب هيدا هيدا نكفي نظافة قلمك ولقائك على التيفي وبرامجك اللي كنت تقديها وتعمليها واني ما كنت تتقاضي مصاري من حدا وليه ما تخافي وليه ما تستحي نحنا بنعرف البير ومعرف بطاق ديما بقول اللي جايب اللي طحنا عالبيتي خزي هيدا بها المعنى بس انا عكل حال بحط صدائت كتير من الفنانين ووفى كتير من الفنانين من وراه الشهر هيدا لايكي بس قلتلي بدي اعمل شو قلتلك كان عندي اليوم شغل قلتلك بدي اتركه عندي محكمة وعندي قاضي وبدي ارجع اطلع قص شعري ومدري شو رجع لا هوني كلهم بدنا نجي بدنا نجي قلتله للمعامل الجلي زي باضي انا بنهاية هاللقاء بديقول انه انا اللي زمان طالع به اللي اعمل معك هاللقاء بس كمان رح قول شغلي انه اخر مدى صرنا نروح نسجل للفنانين دقيقة ودقيقتين بس انا حبي اعمل هالمؤابلات لانه انت عندك ارشيب كتير كبير عندك ثكريات كتير كبيرة عندك خبرة كبيرة بالفن ما فيني ما اخد رأيك وخبرتك وجمال صوتك اللي رح تختملي فيه قبل ما تختم بدك تقلي هلقشان تحضر شي جديد الالبومي انا خالص صورت محا هويتي غنيها لابدي غنيلك مطعمنا اول مرة بوح بهذا الموضوع محا هويتي محا هويتي محا هويتي وعندي شارط مسلسل لنادين الراسي شو حلو ايه خلصت اتسجلت واخدوه الشركة مع القصائل ونادين هللع بتصور بتصور بالشام خبروني ايه عم بعملها عملت شارة حلوة شابوبا بكرة تسمعي وعمل انت عمول الشارة وانا اللي بقلك في شابوبا لا بس هقلك شابوبا لاني انا حابب شو الكلام اللي كاتبينه هوي المسلسل اسمه وويس وهي شاصيطة حلوة بالمسلسل بتمثل نتين طبعا فنانة والله يرحم خيك يا كان صديق عمري عملت شارة عمل لها شارة بس ما تبكيت يا حرام ايه تسمعني مقطع من الغنية جديدة وعمل الغنية عراقية جديدة وعمل الغنية للبنان عمل الغنية شعبية عمل الغنية الدراما هيك حب ومحب وكذا وهيك مجموعة حلوة ومصري ايه عشر قداني صلي فترة عم حضر انا ايه بس رح تنزلون كلهم ضفع واحدة بالالبوم رح عمل سيدي ينزل وبيدي بلي تصور واحدة ورا واحدة متل عادي تصورون ليركس فيديو يعني لا مش شرط انا عملت فيديو انا صورت فيديو خالص صورته عادي مع فكرة لانه محا هويتي لايك شو بتقول بتقول محا هويتي غيرني وغير شخصيتي وغيرني وصرت وحدي ما بتشبهني هلأ عم بيقلي روحي المتلك ما عادي بنزم اللي منشو مركب انت هيك بتتقاوعة بنت يعني ما عبدك يعني رجعني متل ما كنت شكرا حبيبي كفيت ووفيت كتير وعلمتني درسي كبير وهلأ بعد ما تعلمت صار الوقت متلك صير اعذرني لو متلك صرت قلتك وما قصرت مش انت اللي بتدخونه ورح متضميرك مخنت محا هويتي بس بتنقص تلمت محا هويتي انه ايه هي ايه هي الغنيين تستغنى عن هويتي اللبنانية تخضر هويتي لا يعني اذا جيت ايجازية تانية تسهلي اموري ليش لا بس امي يقولوني استغني عن هويتك لا ليش بس كي بندين اذا بدك تاخد الهوية عندهم بدك تستغنى ست بعد العمر ما بدي جي خليني قاعد فوق بقى الجرد ومبسوط انا بدي افرح منك وشوف لك ولاد اذا بعد بدك يا رب ايه ليش لا وبدي اسمعني ما منك اغاني حلوية بدي غنيلي كلا معطا اللي من شو مركب انت وهيك تتقاوع بنت يعني ما عد بدك يا نرجعني متل ما كنت محا هويتي شكرا حبيبي شكرا حبيبي كفيت ووفيت كتير وعلمتني درس كبير هلا بعد ما تعلمت صار الوقت متلك صير اعذرني لو متلك صرت قلتك وما قصرت مش انت اللي بدك ورحمة ضميرك ما خنت ما حا هويتي حبيبي حبيت فيها اكتر شي رحمة ضميرك يعني ضميره ميت فيها كلام حلو كتير رضا حبيبي انا كتير بشكرك على اللقاءة حلو وانشالنا بكل ما اللقاءات عديدة نحنوية وانا بشكر كمان موقع بس مديك بامريك ولكل متابعين كون ولكل التيم اللي عنكم بلا بلا هالحديث بلا بلا هالحديث حلو يعني تليلي مرسي كتير لاماروان سمعان مرسي كتير لعمار طبارة لاماري لورت سمعان لسكين سوسيتي الميك اف الحلو لآدم ريشارك نيهر هالشعر الحلو حلو لك ايه وانت حلو لكك وتيبك حلوين تير حلوين تيبعك بدي اشكرهم كلهم ومنلتقي بحلقة جديدة ان شاء الله الاسرع المقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سدقني سدقني ما بدها الان اشتركوا في القناة